سمع لكم. النهاردة والاول مرة هتسمع الكلام ده. لان في الفيديو ده هخليك تظهر رسالة المحظوفة عندك. عند كتير من التطبيقات. مش الواتساب بس. الفيسبوك والإنستا. حتى لو انت اللي مسحها. هوريك ازاي ترجعها. بالطريقة سهلة جدا وبسيطة. مش عايز اكتعلها من اي حاجة. كل اللي انت هتعمل له انك تركز كويس جدا في الشرح. لو في بقى اي مشروب انت بتحبه. هتو تتابع معي. قبل ما ابدأ من تستسل الله عدناء محمد على ابداية الصلاة والسلام. تن احديد اشعاراتي كلها. عشان يجي لك يعني كل جديد خاص بينا على القناة. وتنضم الجيش حل المشكلات. وهو بقى تنسى الترجع عليك الجميل. وساب الفيديو ده عشان بقى متأكد انك هترجع له تاني. واهلا بك معي في قناة حل المشكلات. يلا بينا. بصوا صاحب. مبدأين كده وقبل اي حاجة. انا هنا حابب باشكركم على وصول القناة للخمس تلاف مشترك. وكمان حابب باشكر الناس الحلوة دي على تعليقاتها الجميلة دي. اللي الصراحة يعني بتخلينا كمل رغم عدم الاعدام من الرقم. ويلا بينا نبدأ في الشرح على طول. اول حاجة كده وباسم الله الرحمن الرحيم. بترجع تشريح على موبايل الاندرويد. طيب كده يعني انت دلوقتي جدت موبايل لك ومحضره وجاهز على التنفيذ. هنعمل اي بقى عشان نرجع المحادثات المحزوفة? هقولك. وخلينا نشرح لك عملي. انا هنا معايا موبايل. عشان يعني نكون الشرح قدامك سهل وبسيط. دلوقتي نفترض ان واحد صاحبك بعت لك رسالة على رقمك على الواتساب. وراح مساحها في ن الموبايل التاني زي ما انت شايف كده. وهروح مساحها. فبالتالي هتتمسح من عندي. فنعمل اي بقى عشان نرجع او نقرأ الرسالة لان الرسالة ادامة مسحت من الشات. فمش هينفع ترجع تاني في الشات. واخد بالك الطريقة دي مزاي اي طريقة اتشرحت قبل كده. وانا هنا هقصر طريقة تنزيل الملف. لها ما فيش الكلام ده خالص في الفيديو ده. دي طريقة او دي طريقة. وتعالا بقى قول لك ازاي تشوف الرسالة لصاحبك مساحة ازاي? اول حاجة هتعمل انك تخرج برة غالص برة تطبيق الواتساب. وهتروح على اعدادات الموبايل الخاص بك. هيتفتح لك قائمة الاعداد بالشكل ده. هتروح انت هنا على كلمة الاشارات وشروط الحالة. وبعدين هتلاقي عندك في القائمة دي كلمة ادارة التنبيهات. هتدوس عليها. وبعدين هتروح على كلمة المزيد. وهتدوس عليها. وبعدين هتختار من هنا كلمة سجل المشاهدة. وادفع على الخاصية دي لاني متأكد انك مش مشغلها عندها. هتلاقي مفهولة عندك بالشكل ده. هتشغلها. وقعد كده اي رسال في الدنيا حد مسحها. انت ممكن تشوفها من القائمة دي. وبقى سلملي على صاحبك الكارزما. قل لي لما بيجي يمسح رسالة وتقول له انت مسحت ايه? يقول لك بعدتها بالغلق. لا يا برسان طويل. لا يا برسان طويلة. وزي ما انت شايف كده? الاشعارات من اكتر من تطبيق. مش الواتساب بس. ودي رسالة لسه محزوفة من شوية. وهنا بقى بيقول لك تم مسحها مؤخرا. وفي هنا بقى ملحوظة مهمة جدا. لو عد 24 ساعة على الرسالة المحزوفة مش هتظهر لك لازم تشوفها في نفس اليوم. وإلا مش هتقدر تقرأها. اما بقى لو تهتم معاها في الاول وما لقيتش كلمة الاشعارات وشروط الحالة. فمش عايزك تقلقى خالص. هترجع برا خالص للقائمة الرئيسية. هتلاقي عندك في الاعدادات علامة البحث اللي فوق خالص. هتروح عليها وهتكتب سجل الاشعارات. هتظهر لك بالشكل انت شايفه ده. هتدوس عليها وهتلاقي الرسالة المحزوفة اللي لسه شايفينها من شوية. وبس كده يا صاحبي. لو عجب بجي الفيديو ما تن على علامة الجرس. وبالتحديد اشعارات الكل. وبعد نسترز علامة الجميل. وشعر لصاحبك الكارزما. وبس كده. فامان الله. سلام.